لم يكن اتفاق أعضاء أوبيك على تخفيض إنتاج النفط مجرد خطوة لضبط الأسعار بل جاء كاشفاً لواقع السوق والفاعلين الجدد من خارج المنظمة يون ومئتا ألف برميل يومياً هي كمية الخفض التي تم الاتفاق عليها وجاء نصيب السعودية منها بنحو خمسمائة ألف بيد أن النسبة الأكبر من الخفض والتي تقدر بستمائة ألف برميل كانت من نصيب منتج النفط من خارج أوبيك ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ليصل إلى خمسة وخمسين دولاراً للبرميل مراقبون وصفوا هذا الصعود بالوهمي حيث ارتبط ارتفاع الأسعار في الأساس بقرار الخفض من الدول خارج منظومة أوبيك فقد تناسى المجتمعون ما يمكن تسميته بالسوق السوداء للنفط والتي ظهرت على نطاق واسع مع سيطرة داعش على آبار النفط في شمال العراق وليبيا وهو ما كان عاملاً حاسماً في انهيار أسعار النفط لذا بات واضحاً أن ضبط أسعار سوق النفط العالمي يرتبط بتحركات سياسية أكثر منها اقتصادية ترجمة نانسي قنقر